أنا لا أعتقد أن الشعب غير واعي لأن الشعب الآن لا يحتاج إلى من ينصحه أو يوجهه ليشارك أو يقاطع هو فقط مطالب أن ينظر إلى الواقع الذي يعيش فيه ينظر إلى المحيط الذي يعيش فيه هل هو يعيش في ظروف متساوية مع المسؤول والفاسد الذي حكمه خلال هذه الفترة الماضية هل الظروف متساوية هل لديه كهرباء مثل ما المسؤول لديه كهرباء فقد يقوم بعملية مقارنة بين الظروف التي يعيش فيها وظروف الطبقة الفاسدة التي يعيشون فيها ثم يقوم بمقارنة بين العراق ودول المنطقة وخاصة الدول التي كانت في ذيل القوائم من ناحية التطور والآن في أعلى القوائم بينما العراق تراجعت مجرد القيام بمقارنة بين هذه الظروف يؤدي إلى جعل المواطن لا يشارك في هذه الانتخابات ولا يشارك من يختار نفس الوجوه وبالتالي الآن نسبة الوعي أصبحت كبيرة لأن المواطن أصبح هو الذي يعاني من مشاكل الكهرباء من مشاكل الطرق في آخر مرة يعني حتى هو أصبح يعاني من مشاكل الإرهاب الطبقة السياسية الفاسدة هي التي سلمت المدن للإرهاب وطبعا هم يعتمدون على استخدام هذه الوسائل لتخويف الجماهر حتى يتم انتخابهم أو إعادة تدويرهم مجددا خوفا من الإرهاب وخوفا منه وكأن العراق بدونهم هي غابة سائبة ولا أحد يستطيع أن يفعل شيئا فيها وبالعكس هم المسؤولين عن الفوضى والفساد الموجود الآن للأسف هم حاولوا تخويف الجماهير وإفقار المواطنين نحن رأينا قبل أن يبدأ حملات الترويج للانتخابات هناك شخصيات قامت بتوزيع الزيت وبعض المواد الحاجات الرئيسية التنوينية ويريد أن يشتري أصوات المواطنين